بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعلى الله أما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سباء عليكم مدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله بعض نمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم ماذا يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنزرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتبل الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قزل عفا وأمر بالعرف وعرغ عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نصر فاستعز بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لو لاتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون واسكر ربك في نفسك تغروا وخيفة ودود الجهر من القول بالغدوم والآصال وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ یہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ ہے ناما سپارا ہے اور صورت ہے عراف اس کا آخری رکوع ہے اور اس کی آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے لہٰذا جو حضرات سنیں انہیں چاہئے کہ جب بابوزو ہوں تو ضرور سجدہ تلاوت ادا فرمائیں جزاک اللہ